في استكمال ادعاءاته المغلوطة نشر تنظيم داعش الارهابي عبر وكالة اعماق التابعة له تسجيلا مصورا لثلاثة رجال داخل مركبة تعمى انهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم على العرض العسكري في ايران في اقليم الاحواز جنوب غربي ايران وزعم داعش في التسجيل ان رجلين يتحدث اثنان منهما باللغة العربية عن الجهاد بينما تحدث الثالث بالفارسية قائلا انهم سيستهدفون قوات الحرس الثوري الايراني على حد ما جاء في التسجيل المزعوم